تزامنا مع دخول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة حيز النفاذ قام سعادة سيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة بزيارة تفقدية لكل من دار رعاية الطفولة بيت باتلكو لرعاية الطفولة ومركز حماية الطفل للاطمئنان على التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء العمل الفعلي لدار إيواء الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة وضمان تقديم أفضل الخدمات فيه وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى كوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية والنيابة العامة وذلك تنفيذا للمرسوم رقم أربعة لسنة 2021 بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وذلك سعيا إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة بحيث تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به وقال سعادة الوزير إن البدء في تنفيذ القانون سوف يرسخ مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا في مجال صون حقوق الإنسان وذلك في إطار المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدة وفي ظل الدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذا القانون وإصداره والبدء في تطبيقه على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر